موسيقى من بعد المهرجانات وصيفية لبنان السياحية العامرة ان شاء الله بتكون لسنة 2013 رح ننتقل لرشة ملح ورح نكمل احنا وياكم المات كيك ونشوف وين صارت المربى المشمش مع شاف فايصل موسيقى موسيقى عن جديد صباح الخير و اهلا و سهلا فيكم نحنا رح نكمل هلأ المربى المشمش اللي هي صارت جاهزة تقريبا بعد ما حطينا نحنا حمض الليمون بس لما يكون المشمش منه مستوي كتير اكيد فيه اسيد الحامض فما منكتر له لحط شوي واكيد نحنا عم نستعملهم لغري ما عم نحطهم بالمطبخ بالغزانة او بغرفة المونة فينا نحطهم بالبراج وفي طريقة بس نحطهم بالمرتبان ندوب شمع ونحطهم على الوجه ما بيعودوا يعفنوا كمان الطريقة الاهم لا يبيعفن بيعفن لانه بتضل الماء فيه بتضل الرطوبة فيه والماء هي بتخليه يعفن نحنا بس اننا نشوفهم مزبوط ما بيعود فيه حاجة انه اكيد ما بيعفنوا يعني بس الأفضل نحطهم بحرارة الغرفة اللي هي 24 او فيه ناس بتحطهم بالبراج ونسبة يعني طريقة الاستوة لح ترجيكم شغلة انه ثلاث مراحل لنا هون اذا منشوفها على الكاميرا بعدها هايدي بعد تقريبا شي من بعما اغلت شي عشرة دقيقة هون بلش تتكثف وهون هاي النتيجة النهائية انا هون حاطت لهي الكيلو المشموش حاطت نس كيلو سكر فيه ناس بتحط كيلو بكيلو مشان تحفظهم الوقت اكتر ولكن بيطلعوا حلوين نحنا مشوفهم كيف تكثفوا معنا بعدنا على النار الحمض الليمون اكيد لحن نحله ب بمي متل ما قلنا ومن بعد ما نفككها بمي هون بيكونوا اغلوا نغليهم غالوة صغيرة ما بنحط الكمية كلها سوا هيكي نعطيهم الاسيد بي اتش تحريكة صغيرة بهالوقت نحن ننتقل لوصفتنا الاساسية اللي هي مات كيك تنحضر المات كيك نحنا عنا 625 جرام من الماي يلي هلأ عم تغلي متل ما شايفين عن النار 625 ملي من الماي حتيناهم عن النار طريقة المات كيك طريقة سهلة وحلوة ولكن بده يكون عندكم صبر لخبزة يعني بس بس نخبزة بده تاخد تقريبا 80 دقيقة بالفرن او ساعة ونص فيكم كمان بده تاخد وقت بالفرن النار تكون حرارة 160 درجة مئوية وفينا نرجع من بعد اول نص ساعة ساعة نوطي الحرارة نزلها 20 درجة او 10 درجات حسب الفرن الغاز الموجود عندكم منشان ما يحترق الكيك اوكي هلأ نحن عم نشوف اه وصفة التشوكريت جناش على الهواء اللي هي كتير سهلة لنا قد بقد اللي هي اذا منحط كيلو اه شوكولات 55% منحط بالو لتر كريم عبيغلي فهيدا الجناش كمان موجود هون نحنستعمله للمد كيك نحشي فيه انا بردت شوي كرمال نحشي فيه هيدا الشوكريت جناش وتركت كمية كرمال نلبس فيه نحن هلأ بتحضير تحضير المد كيك رح انقل رح نحط الشوكولات المقطع اللي عبارة 625 جرام من الماي نبدو 250 من الشوكولات المر نقطعهم كرمال يدوبو اسرع بنحطهم فوق الماي اللي عم تغلي اكيد بنحركهم بنحركهم تيتفككوا مع الماي متل ما شايفين طريقة خلق اكيد لحطف في النار كرمال ما تحترق الشوكولات وعه حرارة الماي رح يتفككوا السكر فينو نضيفه مع الماي ونرجو نضيف الشوكولات وفينو نضيفه هلأ كما شايفين عبتتفكك عنا من السكر 700 جرام بس بحب ذكر انه أنا هلأ عم بعمل نصف وصفة السكر عنا 700 جرام من السكر صار عنا 625 ملي من الماي حطينا فوق 250 جرام من الشوكولات المر و700 جرام من السكر تقريبا من طريقة التشوكولات سوس وهلأ نشعل النار كرمال تتفكك الشوكولات تفكك عندي كتير منيح والسكر كمان تتفكك عندي الزبدة عندي من الزبدة 500 جرام بجعب ذكر أنا هون عم بعمل نصف وصفة لحط 250 تقريبا نسميها كمان طريقة الجناش كمان مع التحريك تياخدوا بعضهم مزبوط لحيتفكك ودغري لأنه الزبدة على حرارة الغرفة هلأ مجرد ما يتفكك لحنكمل تحريك كمان بفضل هون طف النار عندي ثلاث بيضات اللي هي بالوصفة ست بيضات فينا هلأ نرجع بعد شوية نعيد نشوف المقالير خطينا ثلاث بيضات لازم يكونوا لازم يكون خفق يعني خفيف ما لازم يطلعوا كتير ها الطريقة هاي دي هلا في ناس لح تسأل ما منحط بانيلا أو ما منحط أي شيء برش ليمون هم بقل لهم ملح يزنوخ مع الشوكولات واللي بيحب كمان فيه حط ما فيه مشكلة نحنا مثل ما عم نعمل قملات بهالطريقة خفق خفيف هوني طفينا النار وأكيد راح نكمل تحريك تدوب الزبدي كليا طريقته كتير سهلي هوني صار عنا من البيت المخفوق على الخفيف عندي 75 جرام من بيكربونات صودا 75 جرام لحط لهم ماء فككم فيهم وتنكمل 530 جرام من الطحين 65 جرام من الكاكاوو نحنا لح ننزج نواشف كلهم مع بعضهم هالطريقة اوكي بقى في شغلة مهمة لازم نعملها اللي هي انه لازم نخلهم هلأ قوني مزيج اللي هو ماء سكر زبدة شوكولار جاهز عندي عندي طحين كاكاوو مع بعضهم وهلأ لح نحاول نمزجهم بالمكانة رح يكون أفضل انه نمزجهم بالمكانة انضيف جاهزين للمزج هلأ بهالطريقة مبردهم على البطيء مبردهم قبل منضيف البيت وكمان لحننخل لطحين ضروري إيساق هالطحين عاشو من نخل لطحين على جات طحين والككوو رح يتنخلوا هالطريقة عطول بذكر بتنخيل الطحين بأي وصفة عم نعملها خاصة إذا معها ككوو كما شايفين بيلبدوا بيعملوا كباشيل بالوصفة فضروري إنهم يتنخلوا فهذا تنخيل حرصنا هلأ لحن نضيف لحن نضيف البيت مخفوق طريقة سهلة خفقة صغيرة نحركهم شوي وبعدين نضيف له النطحين ونرجع نمزجهم تأخذوا بعضهم على الخفيف نضيف الماء فوق بيكربونات التفكك كرميل مطاعم بالوصفة صارت وصفتنا جاهزة بنسكبها بقلب هيدا القلب اللي مجهزينه لحنرش زبدة قبل ما نروح لبريك نحط طحين بينما رشه طحين نروح بريك صغير ومنرجع نكمل شكرا